موريتانيا تحتفي بذكرى استقلالها الذي يصادف الثامن والعشرين من نوفمبر من كل عام ذكرى جرى تنظيمها هذه السنة من مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي ضمن تقليد سنوي تقول الحكومة إن الهدف منه إشراك الولايات الداخلية في ذكرى الاستقلال بدل حصرها على العاصمة واكشوت قد سبقت مدينة النعمة مدن بالداخل الموريتاني في تخليد هذه المناسبة هنا عروض عسكرية شاركت فيها وحدات وتشكيلات أمنية من مختلف الأسلاك والوحدات العسكرية والأمنية إضافة إلى وحدة من القوة العسكرية الموريتانية المشاركة في القوة المشتركة الإفريقية لمكافحة الإرهاب والجريمة بمنطقة الساحل العروض العسكرية المقامة بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال في مدينة النعمة حضرها ساسة وأعضاء في الحكومة ومنتخبون محليون وسكان المقاطعة الواقعة في أقصى شرق الموريتاني الذين لم يألفوا مثل هذه العروض العسكرية ورأوا في تخليد ذكرى الاستقلال على أديم أرضهم حدثا تاريخيا يسهم في نفض الغبار عن المدينة ويربط الأجال بتاريخها وإسهامات رجالاتها في مقارعة الاستعمار واستمرت الاحتفالات المخلدة لإحياء ذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال بمدينة النعمة الساعات شهدت عروضا عسكرية مختلفة اشتركوا في القناة